اشتركوا في القناة مفردة التسييس مثل ما هو معلوم لا يمكن أن تأتي مفردة التسييس ومفردة القضاء على سطح واحد إذا ما جاءت مفردة التسييس ومفردة القضاء على سطح واحد فقد القضاء هم صفتين صفة الاستقلالية وصفة الحيادية في العراق هذا هو الذي يحصل والتسييس بمعناه العام غفاء صفة سياسية على موقف معين ليس له بالأصل هذه الصفة وتسييس القضاء من أبرز مسببات الأحكام الجائرة للقضاء والعدالة خدمة لأغراض السلطات التنفيذية طبعا السلطات التنفيذية هذه هي حزاب وقوى في العراق كل قوى العملية السياسية هي سلطة تنفيذية مما فيها الميليشيات وهي على رئيس هذه القوى التنفيذية السلطة التنفيذية فينفذ القضاء بعد أن يسيس ينفذ ما تريده في هذه الطبقة السياسية ينفذ ما تريده في الطبقة التنفيذية أو السلطات التنفيذية نتيجة الغوء طبعا أو انتماء لها انتماء لجهة معينة منها أو الاستفادة منها أو قناعة بمنهجها هكذا هو الحال في العراق هكذا القضاء في الغالب ينطلق بالبداية في تسييسه من أن السلطة القضائية تشكل من قبل السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية هي من يعين السلطة القضائية في ذلك تكون السلطة القضائية مملوكة للسلطة التنفيذية وهي من يتحكم بها وبشخصها لذلك شاهدنا خلال 17 سنة كل السلطة القضائية تعين من قبل السلطة التنفيذية وبالذات من مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن القوى الفاعلة في العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها وبالتالي لا تستطيع ان تحيد عن الدرب أو الإطار الذي تريده هذه القوى ولذلك شهدنا ربما عشرات الآلاف ومئات الآلاف من القضايا التي أحيلت للقضاء و يعني جرت فيها محاكمات بالتالي كانت الأحكام فيها جائرة حقيقة وغير حقيقية تمدت على شهادات مزورة على اعترافات جاءت من التعذيب على ادعاءات معينة على مخبرين سريين ونفذت مئات بل آلاف عشرات الآلاف من أحكام الأعدام على أناس ربما يكونوا أبرياء وبالتالي القضاء مسيس بطريقة غريبة عجبة في العراق والحقيقة صار هذا واضحا يعني كانت الناس كلها تطالب بوجود قضاء مستقل محايد غير منحاز لجهة لأن الضمانة الأساسية للمواطن هو القانون المواطن في مواجهة السلطات لا يتكي إلا على القانون لا يتكي إلا على القضاء إذا ما كان القضاء في ظهره وكان القضاء نزيهاً وحيادياً ومستقلاً سيكون المواطن في مأمن من قدرة أي سلطة استبدادية على إرغامة على شيء أو على ظلمة لكن هذا في العراق غير حادث لا يحدث في الحقيقة والناس تذهب إلى القضاء فتنال أحكاماً ليست حقيقية لذلك كثير من المواطنين عندما وجد القضاء بهذا الشكل راح يبحث عن سلطات أخرى يحتمي بها فاحتمى بالعشيرة فاحتمى بالمحلة احتمى بالأحزاب احتمى بقوة احتمى بميليشيات وعصابات لكي تحميه وترد له حقوقه لم يذهب إلى القضاء لأن ساحة القضاء فيها مشكلة كبيرة الحقيقة المواطن عندما جرد من السلاح القانون يصبح عزل ويفطر إلى حياز السلاح آخر هذا هو الحقيقة وهذا السلاح الآخر هو عصابات ميليشيات فئات معينة عشائر وهكذا وبالتالي المجتمع يتفتت ويصبح كله بحاجة إلى ليس بحاجة لكن في ظل مظلات كثيرة تحمي هذه الأفراد بعيداً على القانون ويبقى القانون المسيس لصالح جهات معينة القضاء يجب أن يكون قوياً هذه من النقاط المهمة والتي تعتمد عليها كل الدول قوياً متطوراً مستقلاً بعيداً عن التدخلات والتأثيرات الخارجية فيكون حارساً حقيقياً للحريات وحقيقياً لحقوق المواطنين هذا لا يحصل منذ عام 2003 لحد الآن لم يتمكن العراق يعني من رسم صورة إيجابية أو مستقلة له داخل الشارع العراقي انحاز لجهات القضاء انحاز لجهات مع الأسف لجهات سياسية دون غيرها قضية الانحياز ربما واحدة من أمثلتها عندما انحاز القضاء عام 2010 إلى نور المالكي رغم موقفنا من الانتخابات نرفض كل هذه الانتخابات في ظل هذه العملية السياسية الباطلة وفي ظل الاحتلال لكن هذا حدث في عام 2010 فازت قائمة إياد علاوي لكن القضاء وقف مع نور المالكي واخترع كذبة كبيرة الذي يشكل الحكومة هي الكتلة الأكبر في البرلمان وهذه غير موجودة الحقيقة لكن القضاء خضع لضغوط نور المالكي ولتسييس وخضع لرقباته وحقق له ما يريد وهكذا بالنسبة لقضاء أنا جئت بهذه القضية وربما أتي بقضية أخرى في عام 2012 عندما عقدت القمة العربية في بغداد الذين تم اعتقالهم بسبب هذه القمة لكي تنظف الساحة هكذا قالوا اعتقلوا وقالوا أيام وسنطلق صراحهم بعد انتهاء القمة وانتهت القمة ولحد الآن منذ عام 2012 لحد الآن الكثير منهم مغيبين في السجل لا أحد يعرف لهم شيء غيبوا بأسباب سياسية القضاء غيبهم ولم يسأل عنهم القضاء وقبل بهذه المعادلة الغريبة عجيبة المادة أربعة أرهاب هذه التي سلطت كالسيف على رقاب الناس تتعامل مع الناس بدون يعني بحساسيات طائفية بقياسات طائفية وإثنية وهذه غريبة عجيبة والقضاء يقبل لذلك لذلك الكثيرين حكموا ظلما وعدوانا وبهتانا بدون جريرة يعني وهذا الحديث يعني ربما أثار هذا الحديث عن القضاء هو إطلاق المحكمة التمييزية صراح مرتكبي مجزرة الجامع مصعب بن عمير في ديالة في 30 حزيران 2020 قبل أيام يعني أصدرت محكمة التمييز الاتحادي حكما بإطلاق صراح كل المجرمين المجموعة الميليشياء وهذه التي قامت بقتل بارتكاب هذه المجزرة في جامع في جامع مصعب بن عمير في بنيويس في محافظة ديالة في منطقة حمرين كانوا يصلون صلاة الجمعة ودخلوا عليهم الميليشياء وقتلوهم بطريقة بشعة جدا وتم القال قبض عليهم قتل أكثر من سبعين مواطن بريد كانوا أدون الصلاة تم القال قبض على بعض من عدهم تمت محاكمتهم شهود العيان شهدوا عليهم الحاضرين شهدوا عليهم هم اعترفوا بجريمتهم وصدرت عليهم أحكام بالإعدام طبعا هذه الجريمة جرت يوم 22-08-2014 بالضبط قبل سلس سنوات ولكن في 13-4-2015 أصدرت محكمة جناية الرصافة حكما بإعدام البعض من عدهم لكن بعد ذلك محاكم كثيرة قللت هذه الأحكام استثنت البعض من عدهم أخرجت البعض وصولا إلى محكمة التمييز الاتحادية التي أخرجتهم تبعا لضغوطات الميليشيات والانتماءاتها ولمصالحها فبذلك حقق القضاء هذا الشرط الغريب العجيب في أن يأتي مفردة التسييس والقضاء على سطح واحد وبذلك وسيس القضاء بهذا ماذا يعني غير التسييس أن يطلق صراح مجرمين بهذا الشكل بهذه الطريقة تبعا لضغوطات ومطالب قيادات ميليشيوية هذه الحقيقة التي جعلت القضاء في العراق قضاء غير نزيه مع الأسف الشديد وهو القضاء المعروف كان بنزاكته وبقوته وبأنه سند المواطن وكان المواطن دائما ما يذهب إلى ساعة القضاء هذه الحقيقة كل هذه القضية ربما فضحت كل الأحكام التي صدرت بحق العراقي منذ عام 2003 لحد الآن كلها الآن مشكك بها كلها الآن من المفروض إعادة دراستها وإعادة المحاكمة مرة أخرى وإعادة القضايا إلى القضاء مرة أخرى ومع الأسف الكثيرين ذهبوا إعداما قتلوا وذهبوا في غياهب النسيان جراء ساحة القضاء هذه مع الأسف الشديد قضاء العراقي كان قضاءا كالسيف الآن هو قضاء سيف لكن بيد الميليشيات بيد السلطة التنفيذية مع الأسف الشديد هذا ما يسمح به الله أترككم بخير والسلام عليكم